رياضة اليوجا انتاجيتها لو بتشتغل زودت من تركيزها لو هي محتاجة تركيز أكتر تعالوا نعرف كده أكتر وأكبر فوائد اليوجا وأنواعها النهاردة مصطدفين لكم خبيرة اليوجا سندريل عبد المطالب برحب بيكي معنا سندريل من وانتي داخلة كده من باب الستوديو حسب فيه هدوء اليوجا مش ممارسة رياضة بس اليوجا فيها جزء هوليستيك أو جزء روحاني كمان بيأثر علينا ايه فوايد اليوجا بالنسبة للستات اليوجا بالنسبة للستات أنا شايفة أن في عالمنا ده في الوقت اللي احنا فيه ده زي بالضبط الأكل والشرب لا استغناء عنها لأن الحقيقة الست بقت محطوطة تحت ضغط كبير جدا من كل حاجة هي بتقوم تقريبا بأغلب الأدوار صح مش علشان الرجالة مقصرين بس علشان هو فعلا اسلوب الحياة اللي احنا عايشينه دلوقتي بقى كلنا بنجري فهي بتسحى بتودي الولاد المدرسة وترجع تروح على الشغل وترجع تعمل أكل وبعدين تذكر لهم فحياتها كلها ضغط حتى أيام الأجازة بتاعتها أو السفر اللي هيسفروها تعمل ايه هي مش أجازة هي اللي هتشتغل في الأجازة هي عايزة أجازة بعد الأجازة صح فالحقيقة بقى اللي بيحصل إن الطاقة الزكورية عند الستات بتعلى جدا لأنها محتاجاها علشان تقدر تفضل بنفس النشاط ونفس العطاء الجامد قوي ده والطاقة الأنسوية عندهم بتنزل فالطاقة الأنسوية دي بالنسبة لنا هي ايه هي التواصل مع نفسي معي أنا أنا مين عايزة ايه ايه المشن بتاعتي أنا جيت الدنيا دي ليه ما بيبقاش بقى فيه وقت خالص إنها تفكر في نفسها ولا تشوف هي بتحب ايه ولا إيه اللي بيبسطها اليوجا بقى هي اللي هتخدها في الحتة دي جميل اليوجا فيها مميزات عن أي رياضة تانية إنها مش عنيفة يعني اليوجا طبعا أنواع كتير هذا يوجا والباور يوجا والأشتنجا بزدوب وحاجات كتير قوي وليلي كده هل اللي مش قادر صحيا أو اللي هو مش بيقدر يعمل حاجة عارفة رياضة قوية تحرك كل العضلات هل اليوجا هي أنسب حاجة ليه وإيه اللي اختلافات ما بين الأنواع دي يعني الأول خلينا نقول بقى إيه الفرق بين يوجا وأي رياضة تانية الفرق إن الرياضات اللي بنلعبها برتم سريع فأنا بتحرك فيها بسرعة هي بتركز على الجهاز العضلي بتاعي على عضلاتي وعلى دقة قلبي أكتر حاجة بس تلاقي كده آه وكارديو وكل حاجة بس هي أساسا بتركز على إيه على العضلات اليوجا علشان بنعمل الحركات فيها بوعي فهي بتركز على الجهاز العصبي أوكي فده فرق بين اليوجا وبين أي رياضة تانية وللأسف إحنا خارجين كده من فترة زمنية كنا نرسلين فيها الجهاز العصبي ده خالص ومركزين بس على شكل الجسم صح فاليوجا بتضبط قوي الحتة دي مناسبة لمن ومش مناسبة لمن زي ما حضرتك قلت هو فيه أنواع كتيرة جدا فحقيقي ما فيش حاجة أسمعها حد ما ينفعش يعمل اليوجا لأن اليوجا مش حركات جثمانية بس هي كمان أسلوب حياة ونفس ومدتيشن فما فيش حد ما يفعش يلعب يوجا اليوجا بقى بالنسبة للستات هل ممكن تحسن من حالتهم النفسية المزاجية وليه؟ وليه بنقول عليها أنها ممارسة رياضية روحانية إيه الروحانية فيها؟ بتحسن حالة الستات النفسية إزاي؟ إن اليوجا بتضبط لنا الهرمونز وإحنا جدا لو الهرمونز عندنا مش متضبطة نفسيا هنبقى مش كويسين طبعا وبعدين تلاقي الستة يعيني مقطعة نفسها عشان تخس كل أنواع الدايت أعمال تلعب في الرياضة وتجري ما بتخسش ليه؟ علشان هو إسلوب الحياة أصلا بقى فيه عنف وفيه سترس جامد قوي فطول ما إحنا تحت ضغط إحنا عندنا الأبرنالد والكورتيزول دول هرمونين صحاب كده عملين يعلوا عندها الهرمونز دي تخليها تجوع جدا والحرق ضعيف فتبقى هي مش عارفة هي مش بتخس ليه لما تروح اليوجا تلاقي الدنيا كلها تغيرت ابتدت تخس لأن الهرمونز ابتدت تتضبط ونفسيا بقت أحسن لأن برضو الهرمونز بقت بتتضبط زي هرمون الأستروجين مثلا مجرد ما تضبط الأنساوي دا شعرها تضبط ما بقاش فيه حبوب في الوش النوم بقى أحسن ليه؟ ليه الحتة اللي في اليوجا أنا طبعا مصدقاكي 100% لكن إيه الجزئية في ممارسة اليوجا اللي بتعمل كل الحاجات دي؟ الجزئية نحنا عندنا جهازنا العصبي فيه حاجة اسمها Sympathetic Nervous System و Parasympathetic Nervous System اليوجا بتشتغل على Parasympathetic Nervous System اللي هو مسؤول عن إيه؟ هو المصطلح بتاعه Rest und digest يعني هنهدأ ونهدم فلما أنا ههدأ وهذا الهضم يقولون العصبي طبعا المصريين كلهم يعين يشتكوا منه أنا هبقى أحسن زائد إن اليوجا بتشتغل على تصبيت الغضط بتاعت الجسم ومن هنا مع الدورة الدموية اللي بتتزبط كمان كل ده بيزبط هرمون زي الجسم فبتبقى الحالة أحسن طيب تعالي كده سندريلا نقول للستات اليوجا ممكن تشفيهم من إيه؟ يعني هي healing برضو يعني دايما الستات يقولك أنا أروح أعمل يوجا وبيروحوا رتريتس بقى بعيدة وحاجات زي كده لغرض الاستشفاء أو الهيلنج أزا إيه الأمراض اللي ممكن تشفى من اليوجا؟ آآ آآ آلاف الأمراض بس أكتر هنتشارا مثلا يلصاعات كنيرفل هو عرق النسا مثلا الله ده اللي هو بيوجع في الظهر ويوقف الرجلين كلها بالضبط ده منتشر الله ده الرجالة بيشتكوا من عرق رجالة وستات بس احنا بما اننا بنتكلم على الستات فانا بتكلم على الستات لكن هو طبعا رجالة وستات لان احنا بنستعمل جسمنا غلط يعني احنا طول النهار يقعدين في مكاننا ومدورين ظهرنا كده يأما وقفين وضعية غلط فاحنا طول النهار عملين بنلخبط في عضلات جسمنا حاجات تقصر وحاجات تطول ايه ده يعني ممكن من البوستشر نفسه من الوضع بتاعنا نفسه احنا ممكن نأثر على شكل جسمنا من وقفتنا او قعدتنا هو البوستشر اهم حاجة لان البوستشر هو اللي بيحفظ على السباينال كورد او النخي الشوكي يعني لازم اوريني كده الاعداء الصحيح احنا قاعدينه في البستوديو يلا يا سندريل اوريني الاعداء الصحيح بسي بقى حضرتك هو اغلب الناس بتعمل ايه احنا عندنا عضمتين في الحوض من تحت فيه عضمتين اللي هم احنا بقول عليهم الستنج بونز عضمتين الاعد صح اوكي هو احنا مش بنقعد عليهم احنا بقينا نعمل ايه نقعد وراهم نميل نميل اول ما بتعودي وراهم انت بتقلبي البلفز او الحوب بتاعك وبالتالي الكيرفز او الانحناقات اللي ربنا خلي اهلنا في العمود الفقري شكلها بيتغير فتبدأ تضغط على الانترفرتيبرل ديسكس او الفقرات الفقرات تضغط على الغضاريف اوكي ولما الغضروف يتضغط عليه حيطلع يعني يطلع كده من اي اتجاه هو لما بيطلع من اي اتجاه هو خارج من الفقرات الاعصاب فيبدأ يضغط على الاعصاب فمن اشهر الاعصاب اللي بيتضغط عليها في الموضوع ده او عرق النساء مثلا وخصوصا كماني حبايبي الستات بعد الحمل وبعد الولادة كتير او بيشتكوا منه اليوجا يعني حل غير عادي في الحاجة زي كده وده كترة العزام ده كترة الفيزيو ثرابيست سنار ده كله بيرشح اليوجا بسبب التغيير الرهنية اللي كان بيحصل طب دي اول حاجة اللي هو هنقعد كده احنا هنشوف صور دلوقتي على اوضاع كتير بس الاول سندريلا هتقول لنا نقعد ازاي عشان نستفيد بقية الحلقة اهو قعدنا على المكان المزبوط او على عدمتين اللي مفروض نقعد عليهم بزراب وكتافي طبعا بخلي بالي منها كويس جدا انا انا كتافي مش مفروض تقفل لقدام ايه اللي بيقفل كتافي لقدام في الاغلب السترس اوكي يعني حضرتك لو فكرتي لو انت مضغوطة عصبيا وبتعملي القهوة بتاعتك وانت وقفة بتعملي القهوة وبتقلبي هتلاقيكي غصب ان عنك عملات قفلي كتافك او وانت سايقة اوكي عشان انا عندي عضلات هنا وعضلات ورا هي هتاخد الشكل اللي انا هتدولها لانها عاملة زي السلصال عارفة حضرتك ازاي بتشكليه فهي هتتشكل معي مشان عايزة بقى قفلة ده خلاص هي العضل القدام ده هيقفل وهينشف على كده زي السلصال فانا لازم البوستر او انا بقعد ازاي او بقعد ازاي بالزبط لازم اخلي بالي كويس جدا اوكي هنشوف شوية صور وسندريلا هتقول لنا اي حاجة بنشوفها على الشاشة ايه اهميتها بتنفعنا في ايه نبدأ كده الصور مع بعض وطبعا اي حد عنده اسئلة على طول ما تترددوش كلمونا او بعتولنا على صفحتنا على فيسبوك ده ايه بقى انا هنا عاملة حركة ومسكة فيها حاجة اسمها اليوجا ويل او العجلة بتاعت اليوجا اه العجلة دي مفيدة قوي ان انا بنسند عليها فلما بتلاقي نفسك صند على حاجة هي في نفس الوقت عجلة بتتحرك مش سبتة فانتي لازم عضلاتك تشتغل ما انت صند على كرسي ومريحة انت عايزة توازن انت عايزة توازن فكل عضلة حتحول تسندك بالزبط وفي نفس الوقت عشان انت صند على حاجة فده مديكي اريحية ان انت تركزي قوي انا عايزة افرد ايه في جسمي عايزة اعمل ايه في جسمي طيب الصورة دي الصورة دي برضو فيها العجلة العجلة دي بنستعملها هنا لو في حد عنده تايتنس في عضلات الظهر او عضلات الظهر بتاعته ضيقة شوية ضغطة على اعصاب على حاجة فهنا الحقيقة احنا بنفتح يعني كأننا بنفتح الظهر كله بيحصل له طبعا انت اهم حاجة في اليوجا صح الحقيقة اليوجا بتشتغل على التوازن ما بين الاتنين يعني انقباض العضلة سواء بتقسر او بتطول سواء stretching او contraction يعني هنا ايه بقى نفس الفكرة بس هنا مفيش بقى ويل هنا الحقيقة نورين عاملة تانية رجلها اللي قدام وفردة رجلها اللي وراء فاحنا بنعمل انقباض ان احنا نقصر العضلات اللي قدام وبنفرد العضلات اللي وراء وبنشغل عضلات الظهر اوكي يعني هي كده بتستخدم كذا عضلة في نفس الوقت كذا مجموع عامل عشان يبقى اليمين زي الشمير بالضبط ده ايه بقى ده meditation وفيه ورايا صورة للشكرات عشان في علم اليوجا بيامنوا ان في حاجة اسمها شكرات او مراكز للطاقة مراكز للطاقة اه بالضبط كده كم مركز للطاقة لا معلش نقف عند الصورة اللي فاتت ثانية واحدة وهل مراكز الطاقة دي الاعدة دي بتقويها او بتمشيها في مسارات طبيعية يعني ايه اهمية الوضع ده هقول لحضريك حاجة تستغربيها جدا الوضع اللي احنا نعود ونربع رجلينا الوضع اللي كنا بنعود اللي جدودنا كانوا بيعودوا عليه هم ما بيأكلوا واحنا اه لغاية الوقت بنستمتع بيها اعودوا وربع طبعا جدودنا كانوا بيأكلوا ازاي جدتي وجدة حضريك كانوا بيأكلوا ازاي عالطابلية وهم مربعين ايه هو العلم اثبت ان الاعدة دي اكتر اعدة بتساعد الجهاز الهضمي على انه يهدم دي اكتر اعدة مريحة علشان جسمك يبقى جهز للأكل وانتي بتاكل واعدة مربعه احسن من وانتي بتاكل واعدة على الكرسي تخيالي تخيالي غير بقى ان الحركة دي هيب اوبنر يعني هي بتفتح عضلات الحود ده حلوة قوي للحوامل جدا جدا للأسف النهار ده اغلبنا ببنعرفش نوض نربع من كتر ما احنا محبوسين في الكراسي عندك حق طيب وجوري يلا نرجع للصور تاني كنا صورة وكنا مستخدمين فيها العجلة برضو ايوة دي ايه بقى هنا مريم القعدة هتميل على ورا علشان هنعمل ايه هنعمل استطالة للعمود الفقري وهنشغل عضلات الظهر اوكي طيب نشوف الصورة اللي بعد كده اه ده هنا بقى بنستعمل فيه تولز يعني فيه حاجات تقدر نستند عليها مش كلنا بنقدر نوصل للأرض طبعا في أوضاع مختلفة اكيد تكلميني كده عن اللي قابله معلش سواء اللي قابله او الكورسي يعني سواء اللي هنتكلم على دي اوكي لابن اننا رجعنا لها زي ما حديك شايفة اه سند على بلاكس لان اليوجا لها بروبس او ادوات ان تقدر تساعد اي حد ان هو يقدر يعمل الحركة اوكي مش قادر يوصل للأرض هيستعمل البلاك علشان يطوله شوية وشوية شوية هيستغنى عن البلاك اوكي طيب دي ايه بقى ده كورسي مفتوح من عند النص كده عشان اي حركة راسنا تحته ورجلنا فوق لو الشخص مش جاهز ان يحط راسه على الارض ويعمل الحركة دي وراسه على الارض هندخله في الكورسي ده ليه لان كتافه هي اللي بتبقى على الكورسي فما فيش اي ضغط على عضلات الرقبة ولا فقرات الرقبة كتافك هي اللي شايلة بالضبط وعلى فكرة فيه كتير من اللي بيشوفونا دلوقتي هيفتكرون يا سلام وانا هقدر اعمل كده ولا هقدر اتشعل لا خالص واكتر من كده ما فيهاش شقلبة وما فيهاش حاجة ده بتتعمل بمدهة السهولة كل حد بيبدأ بياخد اول خطوة هايلاقي كل الخطوات جاتلوه يعني هود ده مش معجزة خالص والناس لحيك شايفة صورهم دول هما ما كانوش بيعرفوا ويعملوا في الاول وقتي خلص عايزة اسألك سؤال محدد فضل هل اليوجا هتخليني انسانة اكثر سعادة؟ مليون في المئة مليون في المئة انا هكتفي بازق قدر هكتفي بازق قدر فعلا وبشكر خبيرة اليوجا سندريلا عبد المطالب وارجوك ترجعي لنا تاني فقرات مرة تانية ونفك بقى كده ونجيب اليوجا ماتس معانا وننطلق هنا في المسلم ان شاء الله اوعد حضراتكم طيب هناخد فاصل بعد الفاصل نرجع نكمل غرضنا النهاردة السعادة ومذاك حلو نقدر كلنا نوصل للموضوع ده بحاجات كتير بدأناها باليوجا هنكمل بعد الفاصل